اشتركوا في القناة هل أتاك يا محمد خبر غاشية وهو يوم القيامة وأطلق عليها هذا الاسم لأنها تغشى الناس بشدائدها وأهوالها وجوه يومئذ خاشعة أي وجوه الكفار يوم القيامة ذليلة يظهر عليها الحزن عاملة ناصبة أي تعمل في النار عملا شاقا تتعب فيه من جر السلاسل والأغلال وقيل عملت في الدنيا أعمال السوء وعملت بما لا يرضي الله وما لم يشرعه لعباده وابتدعت من عند أنفسها أعمالا لم يأذن الله بها فلا جزاء لها إلا التعب في الدنيا والنار يوم القيامة تصلى نارا حامية أي تدخل تلك النفوس المجرمة نارا حارة أحميت مددا طويلة تسقى من عين آنية أي تشرب من عين بلغت أقصى غاية في الحرارة ليس لهم طعام إلا من ضريع أي إن طعام الفجار في النار طعام له شوك خبيث رائحته كريهة ثم قال في وصف ذلك الطعام لا يسمن ولا يغني من جوه أي إن طعامهم ليس من جنس الطعام الذي يذهب الجوه وينبت الشحم وإنما هو من شوك لا يستساغ أجوه يومئذ ناعمة لما ذكر سبحانه حال الأشقياء ذكر بعدها حال أهل الجنة والمعنى أن وجوه المؤمنين يوم القيامة ناعمة أي ذات بهجة وحسن لسعيها راضية أي راضية بعملها الذي عملته في الدنيا طاعة لله في جنة عالية أي مرتفعة عظيمة القدر والمكانة لا تسمع فيها لاغية أي لا تسمع فيها كلمة قبيحة لأن كلام أهل الجنة ذكر وحمد لله على مرزقهم من النعيم الدائم فيها عين جارية أي في تلك الجنة عين عظيمة لا ينقطع ماءها عن الجريان فيها سرد مرفوعة أي إن فراش أهل الجنة مرتفع عظيم القدر وأكواب موضوعة أي بين أيدي أهل الجنة تلك الأكواب مهيئة لمن أراد الشرب فيها ونمارق مصفوفة وهي الوسائد التي صف بعضها إلى بعض للسناد إليها والاتكاء عليها وجرابي مبثوثة أي بوسط عراض فاخرة مبسوطة هنا وهناك لمن أراد الجلوس عليها ثم قال سبحانه بعد وصف حال أهل النار وحال أهل الجنة مخاطبا من ينكر البعث ويوم القيامة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أي كيف ينكرون البعث وأن الله لا يقدر عليه وهم يرون عظمة خلقه وبديع قدرته في الإبل وغيرها من مخلوقاته وإلى السماء كيف رفعت أي كيف ينكرون البعث وأن الله لا يقدر عليه أي ألم يشاهد السماء التي تقع عليها أبصارهم ليلا ونهارا كيف رفعت بلا عمد وإلى الجبال كيف نصبت أي وضعت على الأرض شاهقة عظيمة وإلى الأرض كيف سطحت أي بسطت ومهدت فذكر إنما أنت مذكر أي مرهم بالنظر في مخلوقات الله الدالة على قدرته البالغة ولا تلح عليهم ولا تعبأ بما يقع منهم من إعراض عن النظر والتفكير فمهمتك هي إبلاؤهم ودلالتهم على ما ينفعهم لست عليهم بمسيطر أي ليس لك القدرة على أن تدخل في قلوبهم الإيمان وتكرههم عليه وإنما تستطيع الإرشاد فحسب إلا من تولى وكفر أي من أعرض منهم عن الطاعة ورفض قبول الحق فيعذبه الله العذاب الأكبر وهو عذاب الآخرة إن إلينا إيابهم أي إن إلينا رجوعهم بالموت والبعث ثم إن علينا حسابهم أي إن حسابهم علينا في المحشر فنحاسبهم على أعمالهم ترجمة نانسي قنقر